بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس جديد وفي عينة جديدة في مختبري طبعا قبل فترة دراست أحياء دقيقة مثل ما تلاحظون أنسجة نباتية تالفة بحرية من نباتات بحرية كان موضوع شيق جدا وباحثي كان مفيد جدا في التطبيق العاملي واللي يحب يعني يدرس أنسجة النباتات البحرية المتعفنة ممكن راح تشوف وتصادف يعني أحياء دقيقة كثيرة جدا أنواع وأشكال وأهم شيء يكون يعني شغفك في دراسة العلوم والأحياء والميكروبات والطفيليات يعني مرتفع علشان تدرس هذه الميكروبات لأنها تحتاج إلى رحلات علمية وتأخذ عينات معينة مختارة من الأنسجة المتعفنة النباتية البحرية طبعا صادفت يعني ميكروبات كثيرة جدا في هذه العينة طبعا أقلبها يعني مخلوقات دقيقة تتقذى على الأنسجة يعني النباتية ويعني لمحبين الأحياء الدقيقة ممكن تصادف أنواع الميكروبات الموجودة هنا وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الموضوع ممكن يكون موضوع بحثي متطور جدا وتشوف ميكروبات يعني كثيرة جدا في عينات مثل هذا النوع بالذات البرك المائية والتجمع المائي في البحيرات الصغيرة ممكن تشوف فصائل جديدة موجودة في هذه المنطقة أتمنى أنكم استفدتم من هذا الموضوع كان معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في دارس القادم موسيقى